موسيقى العلاقات بين الحزب الشيوعي الصيني والتجمع الوطني للأحرار علاقات قوية وتعود إلى سنوات وعرفت زخما سريعا بعد زيارة الدولة التي قام بها جلال الملك محمد سادس حفظه الله إلسين الشعبية في سياق شركة الاستراتيجية كان لابد لحزب طموح مثل حزبنا أن يربط علاقات مع هذا الحزب الكبير وهذا الحزب المؤثر العلاقات تقوم على تبادل الزيارات والوفود وتبادل تجارب والخبرات نحن تأثرنا لقرار الحزب الشيوعي بإفادة وفد رفيع المستوى يرأسه عضو المكتب السياسي في حزب من حجم الحزب الشيوعي الصيني في هذه الظروف المؤلمة التي تعيشها بلدنا نتيجة فاجعة الزلزال كانت مناسبة لأصدقائنا الصينيين لتقديم التعازي والتعبير عن الدعم والمساندة وكانت فرصة لاستجلاء واستكشاف سبل تطوير هذه العلاقات وخاصة أن بلادنا تحت قيادة شجالة الملك تلعب أدوار كبيرة في محيطها وفي القارة الإفريقية وفي العالم وأن الصين تسعى إلى التأثير في هذا العالم الجديد الذي هو قيد التأسس والذي يقوم على تعددية الأقطاب الفاعلة هذه الزيارة هي رسالة صدقة هي رسالة تأكيد على المكانة الكبيرة التي تحتلها بلادنا في تفكير استراتيجي للصين الشعبية وكانت فرصة تبحثنا فيها حول كيفية الرفع من الأداء الحزبي من الأداء الحزبي بأشكال جديدة تجعلنا نستفيد من القدرات الأكاديمية والتكونية لهذا الحزب في بناء القدرات وخاصة أن لتجمع الوطن الأحرار تنظيمات شبابية ونسائية ومهنية في كل القطاعات أننا نتولى تدبير المجالس المنتقبة في كبريات المدن وفي الجماعات القروية أن فريقنا يقوم بعمل ريادي في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين فمن الطبيع أن نبحث مع هذا الحزب الصديق كيف نرفع كل أشكال وآلية التعاون أيضا أن التعاون سيشمل أيضا تعاونا فكريا وحقائديا وأكاديميا أين سنلتقي أين سنختلف نحن نقتصم مع السين الشعبية كثيرا من الأفكار وكثيرا من القيام خاصة فيما يتعلق بدعم الوحدة الترابية للدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية في السعي لبناء عالم يقوم على احترام الآخر وعلى السلم وعلى السعي المشترك لدعم القدرات التنموية لكل الدول ننظر بتقدير كبير لتجربة الصين الشعبية أشعرنا أن الصين الشعبية تقديرا كبيرا مميزا لبلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد سادس حفظه الله وما شهدته بلادنا من تحولات اقتصادية اجتماعية سياسية اجتماع كان مهما ويفتح آفاقا واعدة لتطور التعاون في مختلف المجاهد وعلى السعي لتعاون في مختلف الملك محمد سادس حفظه الله شكرا